هل تشعر بالإرهاق من ممارسة أعمالك اليومية هل تحتاج إلى من يعينك عليها هناك إذا ما يعينك ويغنيك عن الخادم والمساعد إنه ذكر الله فقد شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى في يدها من الرحة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم فمن داوم على ذلك الذكر وجد في يومه قوة تغنيه عن خادم قال شيخ الإسلام بن تيمية بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره وقال ابن القيم الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر ترجمة نانسي قنقر